تبدأ أحداث الحلقة الحداشر من مسلسل القائن في أن أسيل بتحاول تستفز تيها وأنها تسألها عن حبيبها وطبعا السؤال ده محرق جدا لبنت وخاصة لما تكون القعدة واستئبوها وأمها وطبعا وهي بتستفزها بتحاول أنها تخليها تخرج عن شعورها لكن طبعا تيها نفت أنها يكون عندها حبيب وفي نفس الوقت يزن طلب من أمه أنه هو يمشي علشان خاطر هو عنده دروس وعايز يلتفت لدروسه لكن هي قالت له شوية كده وأنا هشرب حاجة وهمشي لكن هو طلب من والده أنه هو يوديهم البيت ويسيبهم قاعدين في المطعم وفعلا قعدت أسيل لوحدها مع تيها وأسرتها ومشها سيف مع يزن ابنه علشان يوصله البيت بناء على طلب يزن وفي الفترة دي حاولت أسيل إنها تستفز تيها أكتر وأكتر قدرت الدكتورة أسيل إنها تستفز تيها وتطلع تيها من المطعم وتعد مع والدتها وولدها على انفراد وطبعا كلمتهم وقالت لهم مفيش أي شيء يعني يخص بنتكو فهم ردوا عليها وقالوا لها لو كان في حاجة كنا عرفناها بعد كده هتمشي أسيل وهتتصل عليها تيها وتقول لها أنت مش أمينة وفين بقى الأمانة الطبية بما أنك الدكتورة المعالجة أنك تحتفزي بخصوصية المريض فردت عليها وقالت لها أنت قلتي لي أن هو هيطلق وأن انت خلاص مسألة وقته هتبقوا مع بعض فعتقدت أن انت هتكونوا مع بعض والموضوع معروف في الوقت نفسه اتصلت الدكتورة أسيل على أمل علشان تتطمن عليها لأن ما كانتش بترد فقالت لها أنا كويسها وأن جزها بدأ يبقى كويس ومعتش عنيف زي الأول وبيعملها كويس جدا فهي طبعا طلبت منها أنها تاخد بالها على نفسها وطلبت منها أنها تروح عند تيها في البيت وتعمل نفسها أنها تعورت وأن جزها ضربها وتروح تعيط عند تيها وطبعا تيها استقبلتها كويس وبدأت تفضفض هي كمان وقالت لها على الموقف اللي حصل وبدأت تقرب منها لكن اتفاجأت أن تيها بتتهم دكتورة أسيل أن دكتورة أسيل زوجة سيئة جدا وأنها بنكدة على جزها وأنه مش طايق أنه يكون معاها وبيحاول أن هما يتطلقوا لكن يزن هو العقبة وأثناء ما كانت أمل قاعدة عند تيها في البيت كانت أمل فتحة تليفونها وهي بتتصل بأسيل علشان أسيل تسمع الحوار اللي دار بين تيها وبين أمل وطبعا سمعت أسيل كل شيء ما قدرتش تتمالك نفسها وبدأت تجهش بالبكاء لكن في نفس الوقت هي كانت عارفة أن جزها خاين وبدأت تستعدل تنفيذ خطة من العيار التقيل والخطة هي استدراج صاحب سيف الأنتيم اللي هو سالم لما عرفت أن سالم عينه منها وأنه هو كمان خصاله الخيانة وطبعه الخيانة فحاولت أنها تستدرجه علشان يقرب منها وفي نفس الوقت أنها تعمل عليه كماشة وفخ وتبتزه وتضغط عليه علشان يساعدها اتفاجأت أن سالم بيكلم معاها ويقول لها أنه هو بيحبها ومعجب بيها ويدي لها كارتل غرفة في فندق علشان يتقابله هناك وهي لما راحت الغرفة لبست لبس يبين أنها ناوية تخون سيف معاه لكن في نفس الوقت ابتزت سالم وقالت له يا طرى بقى ندين هتقول إيه لو عرفت أن انت معاها في الغرفة في الفندق وأن انت بتخونها فقال لها سالم هو أنت كده بتهدديني ردت عليه وأسيل وقالت له أيوة أنا بيهددك وفعلا ضغطت عليه علشان يعمل لها اللي هي عايزة وأن ينفذ لها الخطة بتاعتها على سيف ويعرفها كل الأسرار المالية وكل الأمور المتعلقة بشغل سيف ومن هنا هيحصل تحاول درامي كبير في أحداث المسلسل بعد ما أصبح سالم خاين تماما لسيف وأصبح أن سالم مفتاح في إيد دكتورة أسيل تقدر تاخد منه كل المعلومات اللي هي عايزاها غصب عنه وبدون إرادته ويساعدها بمزاجها مش بمزاج سالم وقدرت أنها تنجح في ده وتحصل منه على معلومات مهمة جدا تفدها في موضوع القضية اللي هي احترفها على سيف كمان هنعرف سر من الأسرار اللي كانت موجودة في الحلقة اللي فاتت وهي الفلاشة اللي ادها لها المارين للدكتورة أسيل وقال لها امسيكي الفلاشة أنا بساعدك ولما خدت الفلاشة وفتحتها عرفت أن جواها الصور بتفضح حلاقة سيف بيتية قدر أنه يتوصل إلى هذه الصور ويرقبهم ويصورهم علشان تكون في مصلحة الدكتورة أسيل ولما سألت الدكتورة أسيل بعد كده المريض بتاعها عن سبب أنه هو بساعدها فقال لها أنا ملاكك الحارس أنا هكون جنبك مش لازم أن يكون في بيني وبينك أي صفة لكن أنا بحاول أساعدك وخلاص لإني حاسس بيكي كمان هنشوف مفاجأة في أحدث الحلقة الحداشر في أن تيا بتحاول أنها تتصل على سيف وهو في البيت مع أسرته لكن سيف رد على تيا وقال لها أنه هو مش هيقدر أنه هو يكلمها دلوقتي واضطر أنه هو يقفل معاها فبعد كده تاني يوم حاول سيف أنه هو يتصل على تيا معرفش أنه هو يتصل عليها لأنها ما كانتش بترد عليه وبعد كده عرف من صديقته الدكتورة الدكتورة النسا أن تيا ناوية أنها تجهد الجنين وأنها تسقط الحمل لكن بعد كده هو عرف أن تيا بتحاول أنها تعمل كده فعلا وأنها راحت مستشفى خاص علشان كده الدكتور سيف حاول بتقول للطرق أنه هو يوصل لتيا والجن جنونه ولما وصلها وعرف أنه هو يتكلم معاها قال لها أنت ما ردتيش ليه علي فقالت له أنا كمان زيك كنت مشغولة وكأنها كانت بترد عليه الألم بنفس الألم وطلب منها يقول أنها تعرفوا موقفها وأنها عملت إيه مع الجنين فردت عليه وقالت له أنت عايز الجنين ولا لا معرفش يجاوب عليها فهي كمان قالت له تمام لما ضغط عليها أكتر قالت له أنا حروح الجنين بعد كده بنشوف تيا وهي بتحاول تمشي في موضوع أنها تسقط نفسها لكن هترجع في كلامها في اللحظات الأخيرة وحتحتفظ بالجنين وفي مفاجأة تانية هنشوفها في الأحداث الحلقة الحداشر في أن يازن هيشوف تيا وهي وقفة مع والده سيف في بيت سيف لما هتروح له تيا علشان تتكلم معاه وطبعا يازن هيحس أن فيه حاجة مش طبيعية وشيء خطأ فهيزأل والده مين دي فهيرد عليه ويقول له ده شغلي حبيبي وإحنا كنا بنتكلم في الشغل وضغط الشغل علينا قال لنا أن تيا تيجي للبيت وتكلمني في الشغل ترجمة نانسي قنقر